هنروح للكاراتيه الكاراتيه عندهم طبعا بطولة مهمة في تركيا اتحاد الكاراتيه اعلن عن مشاركة 19 لعب في بطولة البريميرالليج الدولية والتي هتتلعب في تركيا في الفترة من 10 لغاية 15 مارس اللي احنا فيه القائمة هتضم 19 لعب 12 منهم في الكوميتيه وهم محمد صلاح عبد الحميد في وزن محمد صلاح عبد الحميد في وزن 60 كيلو علي الصوي عبد الرحمن حاتم في وزن 67 كيلو عبدالله ممدوح في وزن 75 محمد رمضان في وزن 84 طه طارق في وزن بلس 84 او ازد من 84 ريم احمد رمزي في وزن 50 ياسمين حمدي في وزن 55 في ريال اشرف في وزن 68 شيماء ابو اليزيد وسهيلة احمد وحبيبة ماجد في وزن بلس 68 دول بالاضافة السبع لعبيد في الكاتة وهم سارة عاصم ايه شام في فردي الكاتة وفيما يضم فريق الكاتة رجال كل من زياد محمد عبد الرحمن يوسف اشرف احمد علي محمد عبد الحي كما يضم فريق الكاتة برضو سيدات كل من ايه شام واسماء مجد عبدالله وتقى هشام فاروق طبعا الكاراتين مشاركته بتسعتاشر لعب ده اعداد جيد جدا جدا وخلينا نقول انه برضو الكاراتين انت عارف انتوا عارفين عندنا ابطال عالم وعندنا جيانة فاروق دكتورة جيانة فاروق من نادي الاهل بطلة العالم ومتأهلة لطوكيو ايضا وعندها فرصة بيلا انها تاخد مداليا الكاراتين خرجت نجوم عندنا مهند مجدي او دكتور مهند مجدي عضو مجلس دارة النادي الاهلي اللي كان بطل عالم الكاراتين عندنا الحقيقة في مصر لوضع خاص ووضع مميز وفي النادي الاهلي بالذات لوضع مميز جدا 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 كل توفيقه لمنتخب الكاراتين